السلام عليكم عمار حامد من قناة WTV الفضائية سيد أحمد حكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي قامت ببادرة مع أقليم كردستان وأرسلت مبالغ مالية مقدرة بـ 1 تريليون و40 مليار دينار كإفاق بتعاهداتها لأقليم وحسن نية منها أما حكومة الأقليم لم توفي بتعاهدها مع حكومة بغداد ولم ترسل لحد اللحظة لا واردات المنافذ الحدودية ولا واردات صادرات النفط المصدرة من داخل الأقليم فكيف ستواجه الحكومة هذا الإجراء؟ كان التزام متبادل اتفاق سياسي مرحلي اطلعتم عليه قبل فترة بين الحكومة الاتحادية وحكومة الأقليم يؤمن التزامات متبادلة للطرفين الحكومة العراقية التزمت بالدفع 320 مليار شهرية من أجل تأمين جزء مهم من رواتب شعبنا في كردستان وهذا التزام على الحكومة بالمقابل هناك العديد من الالتزامات التي أوفي بها حكومة أقليم كردستان فيما يخص إشراف وتأمين حق الحكومة العراقية الدستوري في الإشراف على إرادات المنافذ الحدودية وكذلك موضوع الصادرات النفطية التزام متبادل سيرحل إلى موازنة 21 مع تعديلات بسيطة وفق التزام حكومة أقليم كردستان بتنفيذ ما مطلوب منها في هذا الاتفاق السياسي اللي جرى قبل شهر ونص تقريبا أنا أشكركم وشكر جزيلا والتقل إن شاء الله في مناسبة أخرى